يبدأ التوكل ثلاث علامات هو كل ده عشان اوصل للايه للحتة دي ثلاث علامات تعرف بيها هو انا فعلا متوكل على الله ولا انا مش متوكل على الله وقسهم بقى في نفسك وكل واحد يدي نفسه درجة من عشرة في التلاث في التلاث علامات دول اعرف ازاي ان انا متوكل بحق ولا لا واحد تأكيد عقد التوكل مع الله يوميا او اسبوعيا على اقصى تقدير عقد التوكل يفسخ بالنسيان انت متوكل على الله انا متوكل على الله فانه موضوع والله انا عندي جوازة والجوازة وقفة انا عندي مشروع في حياتي والمشروع ده كبير علي انا عندي شقة عايز اشتريها ايه ده هو التوكل يوصل للحاجات الصغيرة دي يعني اقول توكلت الله في حياتي كلها اه ده شكل وفيه توكيل خاص زي في الشهر العقاري فيه توكيل عام وفيه توكيل خاص والتوكيل الخاص يبين فيه التوكل اكتر ليه لانك عندك موضوع والموضوع محتاج تدخل الله سبحانه وتعالى فبتقول له وكلتك وتضمن النتائج المشكلة ايه ان بالتقادم اه انت وكلته النهاردة بس بعد اسبوع ان تنسيت اصلا ان انت كنت موكله عايز اعرف انت متوكله لا تجديد العقد يوميا او اسبوعيا ازاي يجدده يوميا او اسبوعيا النبي ادك طريقة وفيه ورد ذكر له طريقة النبي ادك طريقة قال لك من قال حطها لك في اسكار الصباح والمساء حلوة اوي انك بعد الفجر حتى لو ما قلتش كل اسكار الصباح والمساء بعد الفجر انا ببدأ يومي كده انا بعد صلاة الفجر انا عارف ان عندي ايه النهاردة انا عندي الموضوع الفلاني انا عندي البزنس الفلاني او عندي المحاضرة الفلانية لا انا محتاج اعانة الله وسند الله حزبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم النبي يقول لك من قالها سبع مرات حين يصبح كفاه الله همه في ذلك اليوم همه هنا لها معنين همه يعني الهموم وهمه يعني ما اهمها الحاجة اللي انت مهتم بيها انا مش متخيل يعني ايه تعيش في الدنيا دي من غير ما تقول كل يوم الصبح سبع مرات حزبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اه ممكن تفوت منك يوم لكن انا ما تخيلش انها تفوت مني ثلاث ايام وربعض انا محتاجها جدا انا عايش بيها حزبي الله لا اله الا موضوع واقف وانت عايز الموضوع يتحرك والشغل بتاعك واقف على ورقة او على واحد يدي امضة او 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 وانت موت نفسك على فلان ابدأ الاول ده من دلائل التوكل دي من علامات التوكل انك بتجدد العقد يوميا يفسخ عقد التوكل بالنسيان انت مش جاد في الموضوع من علامات التوكل انك كل يوم فاكر الموضوع وبتقولها بقلبك مع لسانك سبع مرات يا جماعة كل يوم حزبي الله لا اله الا هو عليه توكلته ورب العرش العظيم واحيان لما يكون لدي بقى موضوع مهم اوي وجبير اوي مية مرة حزبي الله winn amal wakil والناس فهما كلمة حزبي الله winn amal wakil انك بتحزب على حد حزبي الله winn amal wakil معناه اننا وكلتك حزبي الله winn amal wakil حزبي الله winn amal wakil انت مركز انت متوكل على ايه عمل فوكس في دماغك انا متوكل عليك يا رب في الموضوع انا وكلتك يا رب انت مالك الملك انا كده ضامن النتائج كل دي معاني بتدور في ذهنك وانت بتتوكل يا سند من لا سند له يا عون من لا عون له رب المشرق والمغرب فاتخذه وكيلة توكل يا سلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله ليه لانك ضامن مية في المية وكيلك ربنا يعني هيحصل ايه كذبانا كذبانا يبقى دي العلامة الاولى انك بتجدد التوكل يوميا العلامة التانية ان تصر على التوكل اذا اختبرك فيه توكلك هيختبرك هيختبرك يعني يعمل لك عكس النتائج مش انت توكلت عشان يحصل كذا مش كده يقوم حصل العكس نص الناس يحصل لها ايه برا ايه ده مش هيقول بلسانه يعمل التوكل ولا غيره انما هيقول بفعله انسى الموضوع من علامات صدق توكلك انك تفضل ماسك في التوكل وانت شايف النتائج بيحصل عكسه والاختبار ده اختبار جميل لانك بس تصر على التوكل فجأة تبصت نتائج بتقلب تاني في مصلحتك تقلب النتائج في مصلحتك لكن لازم يختبرك في توكلك النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة للمدينة يطلع في غار ثور يستخبى فيه ثلاثة ايام توصل قريش الغايد غارثور ابو بكر الصديق يشوف رجليهم انا دخلت غارثور غارثور حجرة وهم موجودين في فجوة تحت الحجرة ده وقفين مش نايمين خالص يعني هي الارض كده منبسطة وبعدين فيه حجرة كبيرة وتحتيها تجويف فهم كانوا في التجويف ده وانا دخلت جوه التجويف ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر فيه لو عملت كده تشوف لتحت غارثور على بعد ست ساعات يعني هم مشوا ست ساعات لفوق ووصلوا لفوق ومعملوش كده وابو بكر يقول يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل قدميه لرآنا والنبي يرد عليه شوف التوكل الرائع ما ظنك باثنين الله ثالث وهما ساعة اختبار التوكل لأنك ممكن تقول ايه دول وصلوا لنا ايه ده منفعش التوكل امسك نفسك في اللحظة دي امسك امسك خليك متوكل تصر على التوكل دي من علامات التوكل الحقيقي انك فعلا متوكل على الله انك تشوف النتائج بتقلب بالعكس وانتي زي ما انتي بالعكس تزودي انا متوكل عليك اكتر دي العلامة التانية العلامة التالتة عجيبة جدا العلامة التالتة زيادة الامل والعمل عند انقطاع الاسباب واحد صديقي داخل اولمبيات الرماية ففي طولة الجمهورية المؤهلة ان اللي حيكسب يطلع ايه اولمبيات جاله مرض في عينه هو الشغلة كلها عين فاما جميل بشكل بيقول لي صدق دكتور لما جالي المشكلة في عيني انا فرحت اكتر انا عملت كل اللي علي وتمرنت وجاهز تماما فلما جالي المرض في عيني حسيت ان توكلي بقى مضمون اكتر قصة انا كنت خافة بقى متوكل على عيني انا كده ما عنديش حل غير ان انا متوكل على الله شكرا يا ربي خليتها سهلة خليتها سهلة ليه لان ما عادش بعيها اسباب قمة التوكل الدنيا تقفل تلاقي نفسك الامل بيزيد واغلب الناس لما الدنيا تقفل يروح الامل هو بيدعي لابنه ان ابنه يخف الدكتورة كلهم مش لقين حل المرض ابنه وما حدش عارف يقول حاجة والادوية كلها مش نفعة يبطل دعا انت بطلت دعا ليه ما هي مش نفعة هو الدكتورة ولا ربون هو مين اللي خلق الجسد يعني ان عجزت الاطباء فمن الذي اوجد هذا الجسد الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وسقين واذا مردت فهو هو هو يشفين يشفين شكرا